يا صباح الفل والرزق والخير والبركة على أحلى وأجمل متابعين عندي في القناة النهاردة الفيديو مختلف تماما عن الفيديوهات اللي أنا بنزلها لكم طب الفيديو بتاع النهاردة يقوموا فيله الفيديو بتاع النهاردة هيعلمك إزاي إنك إنت لو كانت عندك حفلة حنة عندك فرح عندك مناسبات وتبقي عاز معيلة كبيرة جدا وعازمة كمية من الناس طبعا بتبقي عازة تعمل أكلات وعازة تعمل أكلة أو وجبة كبيرة جدا ومش عارفة المجادير إزاي أو تعمليها إزاي النهاردة هعمل هالك بكل بساطة هعمل معاكم 10 كيلو من الرز وهعمل عليهم 2 كيلو شعرية بس هنعملهم في الحلال اللي هم الكبار دولي هنعوز هنحتاج كزاستين زيت و10 كيلو رز وعلبتين مرقة خضروات و2 كيلو شعرية يلا نبدأ ونشوف هنعمل إزاي الرز بشعرية بكل سهولة بكل بساطة يلا نعمل الرز بس هنعملوه طريقة مختلفة الرز طبعا فيه ناس كتير بتقول إن إحنا مش بنغسل الرز عشان بيبقى زي الرز بتاع الطباخ اللي هو بيعملوه في الأفراح ناس كتير بتقول الطباخ اللي هو بيطبخ في الأفراح الكبيري بش بيغسلوا الرز بس هتقولي الرز بنزل كمية طين كتيري وبنزل كمية تراب اللي هي الترابة النعمة وبنزل كمية النشا اللي فيه ستقول لو إنتوا غسلتوا الرز بيفرج معاكم في الطعم طبعا أنا طبعا هخصل الرز 3 مرات حطيت العشرة كيلو رز في الحل الكبير حطيت فيها العشرة كيلو الرز كلهم وبعد كده هبتدي إن أنا أدعك الرز دعكة كويسة جدا واخصلت فيه مرة واثنين وثلاثة استحملوني وكملوا الفيديو للآخر عشان تشوفوا العشرة كيلو رز عملناهم إزاي وطلعوا معاني نجحين وكويسين ولا طلعوا مع الجنين وبش كويسين طبعا لو إنتوا حابين تعرفوا الفيديو وتعرفوا الرز طلعوا معانا ناجح ولا لا كاملوا الفيديو للآخر وإنتوا هشوفوا جمال وحلاوة والرز بشعري من إيد أمو فيلو هنا غسلتوا أول مرة شايفيني منزل كمية الترابة النعمة طبعا وكمية النشا كمية كبيرة من النشا نازل أنا هخصلوا مرة الثانية برضو هينزل معاكمية نشا كبيرة طبعا دي حاجة يرجع لك لو أنتوا حابين ما تغسلهوش طبعا براحتك لو أنت عاستي عمليه على كده عمليه بس أنا وجهة نظري بقولك اغسل الرز اغسليه ستجيني هتاخد نتيجة مختلفة جدا في الطاعم وفي الريحة بتاعت الرز لما أنت تغسليه طبعا غسلتوا المرة الثانية أهي وبرضو أبتدي أن أنا أغسله المرة الثالثة الصفية على المصفى بالشكل دي لأني لازم لما الصفية تقعش منك حاجة جوة الحواب هنا طبعا بعد ما صفيته هخسله المرة الثالثة دي آخر مرة أنا هخسل فيها الرز بس ستجوني نظف معاي وطعمه بيجي مختلف والريحة بتاعته بيجي مختلفة تماما ونزلت كل كمية النشا اللي كانت في الرز طبعا لما تنزلي كمية النشا اللي في الرز تحسيش الرز أنه هو معجن لما أنت تجي تفلفليه ما يبقاش معجن معاك بالعكس تماما لما أنت تعمليه على كده ستجيني بيبقى معجن أنا هفضيهم على صونية كبيرة بالشكل دي دي الصونية اللي أنا بقولك عليه تحط الفوطة نظيفة معاكس وماشا تكون نظيفة تكوني بتستخدميها في المطبخ وبعد كده بتفرش الرز كله بالشكل دي عشان ينشف من المية بتاعته وبعد كده هنبدأ مع بعض ونشوف هنعمل إزاي ونبدأ طيب الرز إزاي هنا خلاص هو كان نشف ويلا بقى نجيب الحل الكبير بتاعتنا الضخمة دي وهنبدأ إن احنا نحط فيه كمية من الزيت طبعا أنا جبتي جزاستين زيت الزيت اللي انت هتحطيه دلوقت هقولك في آخر الفيديو هم أخدوا معاي كدية من الزيت وكمية الزيت كدية أول جزاست من جزاست الزيت احنا حطيني نص جزاست الزيت هنزل بكيلو الشعرية أول حاجة بحمرها اللي هي الشعرية فيه ناس بتعملوا الرز الأول وتفلفل وتدي تشويحها وبعد كده بتحط الشعرية وتبتدي إن هي تقعد تجلب لغاية ما الشعرية تحمر أنا بجأ عكس كده أنا بحب إن أنا حمر الشعرية الأول وبعد ما بحمر الشعرية في الزيت وبتاخد اللون الدهب معاي وتجلب فيه تجليب مستمر عشان خاطر كلها تبقى لون واحد لو أنت ما جلبتش تجليب مستمر يعني كل شعرية هتبقى مختلفة عن بعضي لأ أنت جلب تجليب مستمر هتاخد اللون الدهب الجميل معاني ووركي منظر وجمال وحلاوة اللون الشعرية بالظل شايفين هنا منظر لون الشعرية بجأ أنا بعد ما حمرنا الشعرية بالشكل دي نزلنا بخمسة كيلو من الرز هنا جسمت الرز على مرحلتيا خليت نص كمية الرز في الحلة ديكي وعملت نص كمية هنا يعني كل حل فيها ستة كيلو كيلو شعري وفيها خمسة كيلو من الرز طبعا تجليبي تجليب مستمر عشان الشعرية ما تتحركش منك من تاح يعني حاول على قد ما تقدر أنت الجلب بسرعة بصراحة هم التجليب بتاحهم تجيل شوي لأن الكمية كبيرة فالمعلجة يعني تجيل على دراعي في التجليب فأنا حاولت على قد ما أقدر جلبت الرز بالشكل دي لغاية ما حبيت الرز معاية تتفلفل وتتشرب من الزيت لأن لو ما جلبتيش الرز كويس ستجيني بيش هتتشرب من الزيت كويس هتحط إيه عليهم يوم وفيه لطعامهم إزاي هتطعيمهم بحاجات بسيطة جدا هنا بجاء هتطعيمهم بحط في كل خمسة كيلو رز هحط عشر مكعبات من المكعبات بمرجة خضروات ما تحطيش مرجة الفراخ لأن بصراحة مرجة الخضروات بتتكي طعم مختلف أنا هنا فتحت عشر مكعبات كل كيلو رز لمكعبين من مرجة الخضروات أول حلة رز خلاص كده جهزت معاي والحلة فلفلت وعبت الحلة للآخر بعد ما ضابت واستوت ستكون طالعا فلفلو زي العسل وشايفين اللون الشعرية جميل جدا دي أول حلة أنا هبتدي دلوقتي هسيب الحلة دي أركينها على جم وهبتدي إن أنا أعمل الحلة الثاني عشان خاطر البوتوجياز بتاعي أربع عيون بس لو كان خمس عيون كنت حطيت الحلتين مع بعض بس هو عشان أربع عيون ما شايلش غير حلة واحدة لأن الحلة ضخمة بصراحة وكبير أول حاجة جدا الحلة الثاني طبعا ركزوا معاي في الحلة الثاني لأن أنا هعملها بكل التفاصيل خدوا جزازة ونص من الزيت حكترت الزيت شوية في الحلة دي وحطيت كيلو الشعري وبعد ما حطيت كيلو الشعرية بتدنا نحمره لو أنت عندك بتجهز خمس عيون ممكن تحطي الحلتين مع بعض وتحمرهم في نفس الوقت وتحطي كل المكونات مع بعضهم في نفس الوقت هيستوى مع بعضهم وستجين ينجزوا معاك في الوقت برضو تجلبي تجليب مستمر عشان خاطر الشعرية تحمر زي بعضيها وتاخد اللون الدهبي زي بعضي هنا بقى أنه نحن بش بنسجيب شربة أنه نحن بنسجيب بالمي فعشان كده لازم تطعاميه أنا هنا غاليت حلة مي وبعد ما غاليتها حطيت عشر مكعبات من المرجة الخضروات وخلت المرجة الخضروات دابت في المي المي السخنة المغلي وبعد كده حطيت ورق اللورة حطيت كم ورقة كده حلوين بيديكم الريحة والطعم وحطيت معلجة ملح كبيري طبعا كل الملح والمرقة وأي حاجة من التواب اللي انت عايز تحطيه تحطيها في المي عشان خاطر لما نيجي نحطها في الرز ما تاخدش معايا تقليب كتير يعني هنا بقى حطيت ده حبهان حبهان دي تحطيه كده خمس حبات ست حبات ستقولي هتطلعيهم هتتلقيهم في وش الرز من فوق وهتطلعيهم هنا بقى بعد ما حمرت الشعرية معايا أنا نزلت بالخمسة كيلو الرز التانيين دي الحلة التانية يا جماعي عشان ما حادش تقول لي دي أول حلة دي الحلة التانية بعد ما نزلت بخمسة كيلو الرز على كيلو الشعرية هنجلب تجليب مستمر عشان الشعرية ما تتحركش منيني كامل الفيديو للآخر وانتوا تشوفهم على فكرة أنا ما صورتش الرحلة عشان ما تقوليش ليه ما صورتش الرحلة من أول ما روحتي يقوموا فيله لأن أنا الرحلة بصراحة صورتها معاكم المرة اللي فاتت هي هي زي ما احنا رحنا المرة اللي فاتت هم هم الأماكن اللي احنا رحناهم مرة دي بس أنا هصور لكم ولادي لما رحنا الملاهي وركبوا المستكلات الجديدة دي وقعد يلعبوا في الملاهي هصور لكم مقطع صغير في آخر الفيديو هورهولكم هنا بعد ما جلبت لحلة الرز وخلاص كده تشربت من الزيات وتجلبت تجليب حلو خالص وبعد كده هبتدي أن أنا أنزل بكل المكونات اللي أنا عملتها في الحل زي كأنها شربة فعلا بس احنا عاملين الرز ده صيامي لإني يا جماعة كمية الرز اللي أنا عاملها دي ولا عندي مناسبة ولا عندي فرح ولا عندي أي حاجة الكمية اللي أنا عاملها دي كمية لأن احنا رحنا الرحلة فعملنا كمية كشر كبيرة لإني طلعنا سبع عربيات فأكتر من مئة فرد طلعنا مع بعض عشان كده كل واحدة فينا في الرحلة اتخصصت وعملت مكونات الكشرة فأنا عملت حلتين الرز دول نزلنا عليهم بالحلة الشربة اللي أنا عاملها دي اللي احنا حطينا فيها عشر مكعبات مرجد خضروات وحطينا شوية من ورق اللورة وحطينا كمية من حبهان وبعد كده هاديها تجليبها صغيرة كده وغط على الرز دي وأسيبه لما يستوي وورقي منظره بعد ما يستوي وجماله حلوة الرز بشعري هنا الحلة بعد ما استوت خلاص كده استوت معاي شايفين ورق اللورة عايم من فوق يعني ما دخلش في الرز بشعري أنا هطلع بكل سهولة وبكل بساطة ناس كتير منكم هتقول لي أوم فيلو أنت عاملك كميات كبيرة كميات دي أنت عاملها لي بقولك تاني مرة أنا عاملاها عشان الرحلة احنا طلعنا رحلة كبيرة مع بعض عشان كده احنا عملني كمية كشري يعني احنا صايمين لو كنا فترين كنا عملنا وجبات من الفراخ واخدناها معاني بس عشان إحنا صايمين فعملنا وجبات الكشري دي بصراحة كانت زي العسل كل واحدة فيني اللي عملت الصلصة واللي عملت الدجة واللي عملت المقارونة عملت مقاروني واللي عملت العدس بجبي يعني كل واحدة عملت صنف من أصناف الكشري بس أنا عملت الحلتين الرز دول أنا اللي عملتهم وخدناهم معانا الرحلي شايفين جمال وحلاوة الرزب شعري الحلتين بالأمانة تاني بفلفلين وزي العسل فيه محلة محمرة شوي وفيه محلة الحلة دي خدت اللون الدهب شوي يعني فخدت اللون دي والحلة التاني كانت الشعري محمرش شوي يعني زيادة عن اللزوم شايفين برضو التاني طالعا فلفل وحلوة وجميلة قادل الرزب شعري عملته لك لو أنت عندك مناسبة عندك فرح عندك أي مناسبة ببيتك وحابة أنت تعزم كل الأسرة بتاعتك أو تعزم جرائبك وأصحابك وعادة تأكليهم وتعملهم وجبات تعمل الرزب شعري بالشكل دي ستجيني طريقته سهلة وبسيطة أنا حبيت أشارككم النهاردة ووريك الفكري تنسوا ليش كده فلايك حلو منيكم عشان تشجعوني به ودي الله ووريكم جزء بسيط من الرحلي شايفين كان الهوى شديد جدا بعد ما احنا زرنا الأديرة كله دخلنا على ملاهي جديدة بتاع الصهاج الجديد وهنا الجاعدة جميلة جدا جدا مش قادر أقول لك كمية الهوى العيال طبعا اللي بيأجر العجل واللي بيأجر المستكلات اللي هي اللي بتمشي في الرمل وفيه الجمال وفيه الأحصنة وخلفي طبعا كمية الألعاب قادي ولادي فرحانين مفسطين هواريك دلوقت هما ركبوا قيام طبعا ركبوا جميع الألعاب هنا فيله ركب فليب وراء وركبوا المستكلات دي وفي لمون ركب المستكل وبرده ركب وراء فادي وفي بوبوس بقى ركب مستكل لوحده طبعا هما ببسطوا ولعبوا لأن بجد كانوا مفسطين وفرحانين وأكتر لعبة بسطتهم وفرحتهم هي اللعبة دي لأن بجد لعبوها ولعبوا العربيات وجميع الألعاب في النادي هما ركبوها ولعبوها يارب الفيديو النهاردة يكون أعجبكم يكون أفكار أم وفيرو بتعجبكم ويكون أجل حية بيقدمها لكم وتعجبكم ولكن الفيديوهاتي بتعجبكم متنسناش كده في لايك وشير وتفعلولي زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد يا أجمل وأحلى متابعين عندي في القناة انتظروني في فيديوهات تاني أكتر من كده بكتير